تعرفي ايه عن غشاء البقارة غير المسقوب او المصمط هنا عيادة الام والطفل ومعكم دكتورة الهام عز الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة النهاردة هنتكلم عن موضوع يخص البنات الصغيرين او البنات في مرحلة المراحقة ويخص كل ام عندها بنات لازم تسمعوا كويس جدا النهاردة هو غشاء البقارة المصمط او غير المسقوب في الاول يعني ايه الجملة دي او يعني ايه التعبير ده يعني ايه غشاء البقارة غير المسقوب وهل غشاء البقارة اصلا مسقوب اه الاجابة اه اي بنت صغيرة بتتولد او يعني الطبيعي في البنات الصغيرة انها لما بتتولد بتتولد بغشاء البقارة اه بيكون دايما فيه سقب صغير او فتحة صغيرة بتسمح بعد كده لما البنت تكبر انه الدورة الشهرية تنزل من خلاله او الدم ينزل من خلاله اه فهي حاجة بتبقى موجودة البنت ما بتحسش بيها ولا حد بياخد باله منها والدورة بتجيلها مثلا عند سن 12-13 سنة على حسب اه بتجيلها والامور بتمشي بسلاسة وبسلام ما فيش مشكلة اه لكن في بعض البنات او نسبة من البنات اه ما بتتولدش كده بيكون عندها تشوه في غشاء البقارة بدل ما هو فيه فتحة اه او فيه السقب اللي تكلمنا عنه ده بيكون الغشاء مصمت يعني مغلق تماما يعني ما فيهش اي فتحة تسمح بمرور الدورة الشهرية وبالتالي البنت بتبدأ تظهر عليها بعض الاعراض بتبدأ الدورة الشهرية تتحبس جواها او يحصل لها احتباس اه للدورة الشهرية اه بتبدأ انها نلاحظ ان فيه تأخر لنزول الدورة او تأخر لعلامات البلوغ عندها لعلامة الدورة الشهرية اه بنبدأ نشوف المشكلة فين ونكتشف ان البنت عندها غشاء بقارة مصمت تمام طيب هل الموضوع ده منتشر اه ما اقدرش اقول انه هو منتشر بس في نفس الوقت ما اقدرش اقول انه هو نادر يعني ايه نسبة حدوث الغشاء الغير مصقوب هي واحد في الالف بمعنى انه مصر مثلا فيها مئة مليون نسمة لو قلنا ان نصهم هو حوالي نصهم فعلا من السيدات والبنات اه فقدامنا خمسين مليون نسمة اه نسبة واحد في الالف فيهم يعني حوالي قدامنا خمسين الف سيدة وبنت وانيسة وبنات صغيرة عندهم غشاء غير مصقوب سواء هم عارفين وتعالجوا منه او مش عارفين بس احنا عندنا كده خمسين الف في البلد فهو مش نادر بس في نفس الوقت مش مش منتشر قوي لكن لازم نبقى عندنا وعي به عشان لو فيه اي قريبة او بنت مصابة نبقى ناخد بالنا تمام طيب ايه هي الاعراض اللي بنبدأ نلاحظها عند البنات اللي عندها الغشاء غير المصقوب اه انا عايزة بس افهمكم نقطة ايه اللي بيحصل عشان يكون الاعراض دي البنت بتبدأ تمر بمرحلة بلوغ عادية يعني بيبدأ مثلا جسمها بيتغير بيبدأ ظهور الشعر الزائد ونمو السادي وكل علامات البلوغ بتبدأ تظهر عليها عادي خالص ولكن اه وطفرة النمو طبعا اللي مع البلوغ ولكن الدورة الشهرية ما بتنزلهاش اه بتبدأ الدورة الشهرية تتراكم يوم ورا يوم وشهر ورا شهر بيبدأ الدم يتراكم في جسمها وبيبدأ يعمل مشاكل لحد ما بيوصل للحظة معينة المشاكل كلها بتنفجر وبتبدأ في مشاكل كبيرة فتعالوا نشوف اول حاجة اول عرض هنلاحظه هو الالم بالبطن او تقل في البطن والحوض البنت بتشتكي ان عندها دايما مغص عندها تقل حاسة بتقل لما بتيجي تمشي مثلا في الحوض بتبدأ من تراكم الدورة الشهرية ومن الضغط على الرحم بتبدأ البنت تحس بتقل في الحوض بتاعها او بألم في الحوض بتاعها باستمرار اه تاني حاجة ألم في الظهر البنت الصغيرة دايما بتشتكي ان عندها ألم في الظهر برضو دا من ضغط الدم المتراكم على الرحم بتاعها وعلى عنق الرحم آه تالت نقطة البنت بتلاحظها هي صعوبة في التباول او صعوبة في دخولي الحمام بتقول دايما ان الحمام بيقطع منها ان الحمام فيه صعوبة فيه احيانا بتوصل لاحتباس في البول واحيانا كتير يعني غالبا هو دا العرض اصلا اللي معظم البنات بتروح للمستشفى او بتروح للدكاترة وبنكتشفها من خلاله احتباس البول آه البنت دايما بتشكي ان عندها امساك عندها صعوبة في الحمام وفيه عرض مهم جدا جدا عايزين ناخد بالنا منه وهو تأخر البلوغ لو انت ملاحظة ان بنتك مثلا عندها كل علامات البلوغ ومع ذلك لسه الدورة ما نزلت لهاش لازم تاخدي بالك كويس جدا لازم تعرضيها على طبيب علشان يقيم حالتها سواء هو ده السبب او في اي سبب تاني لازم تشوف طبيب ضروري جدا جدا تمام طيب التشخيص بتاع الحالات دي بيتم ازاي معظم البنات الصغيرين يعني غالبا تحت سن عشر سنين مش بيتشخصوا لما بيكبروا الا لو مسلا لسبب او لاخر اضطرينا ان احنا نكشف عليها مثلا لسبب مشكلة في المسالك البولية او مشكلة مثلا التهابات او بتوهرش او افرازات لو دكتور عمل فحص موضعي لها هيكتشف بسهولة المشكلة اللي عندها في معدى ذلك يعني معظم البنات ما بتتعرضش للفحص الموضعي في السن الصغير ده فمش بتكتشف ولا حاجة وبتبقى ماشي حياتها عادي خالص خالص لحد ما بتبدأ تمر في مرحلة البلوغ والدورة ما بتنزلهاش وتتراكم وتحصل المشاكل اللي تكلمنا فيها التشخص بيكون بسيط خالص بيبدأ طبعا الدكتور بيبص بعينه الاول في الفحص موضعي بيشوف هي لايه الغشاء موجود بس مش مصطوب بيبدأ يعمل اشعة بيتأكد ان الجهاز التناسولي بتاعها سليم والدنيا عاملة ايه والدنيا شكلها ايه الرحم متعب بدم ولا لا وبيبدأ يشوف الموضوع بتاعه طيب ايه هو العلاج او الحل المناسب للحالة دي اه الحالة دي ملهاش غير حل واحد وحيد وهو الجراحة ما فيش ادوية ولا فيه اي حاجة ولا اي طريقة هتحل المشكلة دي غير جراحة بنعمل سقب صغير في عشاء البقرة ده بنصف الدم اللي موجود جوا الجسم والمتراكم جوا الجسم اه وبنبدأ اه صفحة جديدة يعني بنبدأ بقى بيقشاء بيكون مصطوب وبتبقى الدنيا تمام طيب اه العلاج ده او العملية دي بتتم فين اه العملية دي لازم تتم في مستشفى حكومية اه مش عشان هي عملية معقدة ولا صعبة هي عملية سهلة مش صعبة ولا حاجة بس هي لازم تتم في مستشفى حكومية عشان اه تضمن حق البنت بيتعمل لها تقرير بيمضي عليه رئيس الاسم الاسم النسا الموجود وبيمضي عليه اه لفيف من الاستشاريين والاخصائيين يعني بيبقى فيه لجنة معينة كده علشان وضع البنت القانوني فيما بعد عشان يحموها فيما بعد لما تيجي تتجوز مثلا او يحصل اي مشكلة او حد يتكلم في الموضوع ده بيبقى معها ايه حاجة بتساعدها في وضعها القانوني اه لجنة من الاسدزة او لجنة من الاستشاريين بتوع النسا والتوليد اه وبيمضلها وبتتختم بختم الدولة فبتبقى حاجة حكومية وحاجة رسمية اه مع البنت دي فلازم تكون في مكان حكومي او في مستشفى حكومية بينفعش خالص في اماكن خاصة اه لو هي عايزة تضمن حق بنتها او لو انت عايزة تضمن حق بنتك اه طيب هتيجي الكلمة اللي بنسمعها دايما طبعا في حالة من الهلع احنا عارفين غشاء البقرة بيمثل ايه للمصريين او بيمثل ايه في الثقافة الشعبية فلو قلنا لأي ام مثلا والله ده كذا كذا واحنا هنعمل صقب في غشاء البقرة بتاع بنتك بيبقى فيه حالة من الهلع والزعر وبنسمع كلمة واحدة بالذات لو احنا اكتشفناها بالصدفة للبنت مش جاية في حالة طرقة اه حالة من الهلع ان هو لا يا دكتور احنا مش هنعمل حاجة هي يعني تستحمل الوجع شوية هنديها مسكن ونبقى نجوزها ولما تتجوز بقى الدنيا هتتصلح من نفسها وكده اه طبعا هي حاجة صعبة جدا وغير مقبولة وهتيجي يعني هتيجي هتضطر تيجي غصبا عنك تعمل عملية البنتك بس هتيجي والبنت تعبانة ومتعزبة ومتبهدلة طيب هي ايه المشكلة لما لما نقعدها وليه هتيجي هتيجي اه في كذا حاجة او كذا حاجة من المضاعفات بتحصل لو البنت قعدت فترة اه في موضوع الغشاء المسمط او غير المسقوب ده اه اول حاجة احتباس البول وده السبب اللي بنكتشف معظم الحالات عنده فجأة البنت بعد ما بتحس بعض بصعوبة في التبول وبتبدأ تاخد علاج للتهابات مجرى البول والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده اه البنت فجأة بتيجي مثلا بقالها كم ساعة او بقالها يوم مش عارفة تدخل الحمام او مش عارفة مش عارفة ان هي تتبول رغم انها اه مزنوقة فالبنت بتسرخ طبعا بهستيريا ووجع رهيب جدا اه انا مش مش قادرة انا تعبانة فبتيجي المستشفى بنكتشف الموضوع ده السيناريو بتاع معظم الحالات البنت بتيجي المستشفى بصراخ هستيري من صعوبة الحمام او من عدم قدرتها على التبول وبتيجي المستشفى فمن اللي هيقدر يستحمل ان بنته كل شوية والتانية يجي لها احتباس في البول اه المشكلات التانية انه على المدى الطويل موضوع الاحتباس او موضوع انسداد مجرى البول احتباس البول ده بيجي لما الراحم يتنفخ على الاخر والمهبل يتنفخ على الاخر فيسده مجرى البول يسده قناة مجرى البول فالبنت ما بتقدرش تعمل حمام طيب افترضنا مثلا انه ايه البنت كل شوية نركب لها اسطرة وهنعالج المشكلة دي على المدى الطويل دي بتعمل مشكلة في الكلة بيبدأ البول يتراكم يتراكم في الحالب ويطلع لفوق لفوق لغاية ما يتراكم في الكلة في حض الكلة وبيعمل مشكلة في الكلة على المدى الطويل هل دي مشكلة الوحيدة لا احنا عندنا مشكلة تانية خطيرة لو الوضع ده كل ما يستمر اكتر كل ما نبقى قدام مشكلة تانية خطيرة وهي الخصوبة. بعد شوية الرحم انا عايزاكوا تتخيلوا المنظر. الدم عمان ينزل ومحبوز جواه. الرحم بيبدأ يتملع على عينه على اخره. وبعدين بيبدأ الان بيت بتاعته تتملع وبتبدأ تنزل الدم بتاع الدورة الموجود او الدم الفاسد ده. بيبدأ ينزل في الحوض بتاع البنت. طبعا كمية التهابات رهيبة جدا جدا. اه الاخطر من كده هو بطانة الرحم المهاجرة. بتبدأ المفروض ان الدورة دي عبارة عن بطانة رحم. عبارة عن دم فاسد وبطانة رحم. بتبدأ بطانة الرحم تطلع تطلع ترجع له الحوض. وبتبدأ تكون بطانة رحم مهاجرة. بتبدأ تعمل انتصاقات شديدة جدا. البنت دي بعد كده ممكن ما تعرفش تخلف. يعني لو انت سايبة بنتكم فكرة انه لا هنسيبها شوية وخايفة من العملية. البنت دي مش هتخلف بعد كده. العملية هتعمليها يعني العملية دي. البنت مش هتستحمل اصلا الوجع اللي بيجي لها ومش لازم العملية تتعمل. بس في النهاية تأخير العملية بيعمل آآ بيعمل عدم خصوبة او بيعمل عقم البنتك. تمام? فلازم العملية تتعمل فيه اقرب وقت. آآ من ضمن المضاعفات طبعا الانتهبات الشديدة يعني ده دم كتير متراكم. كل شهر انت متخيلة على مدار سنة او اتنين الدم عمالية تراكم في الجسم. آآآ بيبقى بيقى خصبة للميكروبات بيقى خصبة للبكتيريا للمشاكل اللي ممكن تحصل لبنتك. فعشان كده قلنا العملية هتتعمل هتتعمل لازم تعمل العملية لبنتك. آآ قلنا الموضوع ده طبعا هو مش منتشر قوي ولكن لازم ناخد حزرنا منه. لو انتي عندك بنات صغيرين ولا احصتي اي علامة من العلامات اللي قلناها المغص الشديد احتباس البول آآ تأخر نزول الدورة الشهرية آآ لازم ان انت تستشيري طبيبك. نقطة اخيرة هتكلم فيها يعني ايه تأخر نزول الدورة الشهرية او تأخر البلوغ. وامتى نقدر نعتبر ان البنت عندها تأخر في البلوغ. آآ البنت نقدر نعتبر كده ان عندها تأخر لو ما ظهرش اي علامة من علامات البلوغ عندي سنة اربعتاشر سنة. اي علامة زي ايه? آآ زي مسلا طفرة النمو والبنت ما كبرتش ولا طولت كده فجأة. آآ زي ظهر الشعر الزايد في الجسم. آآ زي نمو ستاديين زي تغير شكل الجسم زي نعمة الصوت. لو كل الاعراض دي ما ظهرتش وطبعا اهمهم واختارهم هي الدورة الشهرية. لو كل الاعراض كده الباكتش ده كله ما ظهرش منه ولا عرض لغاية سنة اربعتاشر سنة. البنت دي لازم تروح تكشف. آآ لو الاعراض دي ظهرت كلها مع عدا نزول الدورة الشهرية لغاية ستاشر سنة. البنت دي لازم تروح تكشف. آآ اتمنى الفيديو يكون الفاتكم. اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي في الكلام. آآ اي ام عندها بنات لازم تاخد بالها كويس جدا من علامات البلوغ. لازم تاخد بالها كويس جدا. هل البنت حصل لها بلوغ متأخر بلوغ بدري. الدنيا مزبوطة ولا لأ الدورة نزلت ولا لأ. لازم تاخدي بالك لان دي نقطة حساسة ومهمة جدا في حياة البنت فيما بعد. آآ شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة